بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبيه الكريم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم مطبخ ابو الساجد جابلكم وصفة بسم الله ما شاء الله وصفة خفيفة ضريفة يعني في خمسة وعشر دقائق تقدر طيبة ولذيذة لذيذة وبنينة بسم الله ما شاء الله ليعندوا البطاطا في البيت يعني يقدر يقدم هذه الوصفة ورح تأجب وشالله خاصة الأطفال الأطفال رح تأجبهم ما شاء الله ما شاء الله وهي بطاطا بالجبن الطيبة في طنجرة الضغط تزاكوكوت مينيت وبسم الله ما شاء الله ما شاء الله جربتها كم من مرة الأبنائي وعجبتهم الله يبارك ما شاء الله رح نشوفوا كيفية التحضير وبعد رح تأجبكم وشالله رح تبقى رح نشوفوا يالله رح نشوفوا يالله رح أنا هنا جبت زوجكيري ونصف بطاطا شوفوا البطاطا هذه فقط راكم عقيد ما تطيبوها عقيد ما تتربع يعني رح تكون قليلة بزاف أنا جبت زوجكيري ونصف بطاطا يعني تكفي كفاتني العيلة والعيلة نتكونها من 4 فرن فقط انقصوها شريح السمك هذا يعني دوائر كما كم تشوفوا بسكينة وكل حبة نقصوها شريح مثل هذه بطاطا شوفوا الصورة مضيح وكانها يعني بطاطا تاروتي أنا كنت قصيت قبل بطاطا بتاعي واجمعتهم كامل في طبق كما كم تشوفوا وبعدين نضعوهم في طنجرة الضغط يعني قبل كنا قصيناها مليح باش يعني قصيناها أنا جبت طنجرة الضغط أكل كوكوت مينيت ونجيب كمية من الزبدة ونطلي قاع هذه الكوكوت بالزبدة وعلى الحواف يعني على جانب الكوكوت مينيت ومن بعد نرمي كمية صغيرة من الزبدة كما راكم تشوفوا في الصورة ونبدأ نفرش في البطاطا تاعي هاك دوائر نحطها وكأني هنعمل قراتان أو هنعمل يعني بطاطا كوشة ونحاول اندي طبقة الأولى هادي طبقة الأولى بحيث ونخليش يعني طنجرة الدبان من تحت نغطي كل ثقوب بتاعها هديك ومن بعد نجيب كمية من الجبن اي جبن في البيت موجود تقدروا تجيبوه تقطعوه قطاعه صغار وترميوهم في طنجرة فوق الطبقة الأولى هادي تاع البطاطا كما راح تشوفوا في الصورة يعني واضحة هاك دا واذا عندك من فرماج بلون او اي جبن في البيت تقدروا تخدموه بيه هنا جبت جبن قطاع هذا هو شيزي ودرت كمية الأولى منها وبعدين كمية صغيرة من الزبدة ومعد نحط طبقة تانية تل بطاطا هادي زي مكوش نفرشها كاملة يعني قلتلكم والله العظيم تتسيبكم هاديك الصلصة البيضاء اللي بالجبن والزبدة تعطيكم ذوق ولا أروع ولا أروع ولا أروع تقدروا تجربوها جربوها فقط تحتاج بكم وتجرب أبناكم بعد ما كملت الطبقة التانية البطاطا كذلك نجيب فرماج أو للجبن تعنا ونقطعوا قطع أصغار كما قدرنا العملية الأولى تبعوا كل خطوات فقط يعني والجبن هذا أنتم مش عانك في البيت يعني تقدروا تديروا كل طبقة فيها ربعة خمسة حبات أو ستة حبات أو سبعة حبات أنتم مستطع تحكم يعني عقل ما تكتروا فيها الجبن عقل ما تجيكم لها نكمنوا الجبن هذا كامل ونزيدوا كمية صغيرة من الزبدة يعني نقصوها يعني قطع صغير كما كم تشوفونها في الصورة عادي زبدة كل طبقة فوق منها الجبن والزبدة سهلة مهلة يعني قلت في خمسة أو عشر دقائق تقدر توجدها خاصة تكون عندك يعني أشغال وحابين تزربوا في شغال تياكم وطيبوا وكأكلة خفيفة طيبوا هادي ومبعد نحطوا طبقة الثالثة تعال بطاطة هاديك حتى ننصل يعني نصف الطنجرة ونحبس هاكدا نكملوا هادي بطاطة كاملة ونكملوا الجبن اللي عنا وبعضين نبدأوا في طبقة تعال الجبن هاكدا لو تجربوها راح تدعو لي يعني راي بنينة 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 ما شاء الله هنا أنا ضفت الملح ونزيد نضيف الفلفل الأسوات وبعدين نضيف الزنجبيل أنا دايما نقول لكم الزنجبيل هو موجود في البيت دايما يعني كل أكلات نطيبها بزنجبيل أنا ضفتها هنا في الفلفل الأسود وبعد نجيبه كمية من الزنجبيل ليعطينا هاديك ضوق الزنجبيل ضوق ما شاء الله وتكون ضوق رائع وهو يعني الزنجبيل كما تعرفوا رو صحي ونجيبه كاس ملول حيث أنه انفرغوا الماء على الجوانب ولكن ما نعمروش أن الماء فوق بطاطا نعملوها حد البطاطا فقط هكذا هنا يكفي ونغلقوا على الطنجرة هنا ونخليها تغلي لما تصفر الصفارة البطاطا ها عفوا الطنجرة نحسب 10 دقائق فقط ونفتحوا له كما نغلقوا الطنجرة وتهزل غلوة نسبولها من صفر صفار 10 دقائق ونفتحوا الطنجرة بطبيعة الحل نفتحوا من البخار يخرج أولا وبعد كما نرى هنا هادي وصفة البطاطا بالجبن حاضرة واجدة نضعها في طبق ونقدموها لأطفالنا وأبنائنا والعائلة كامل يعني نقدروا نعملها وجبة غدا أول أبوش بتعاشا إذن ناحية باقي كمية الوصفة تقليلي اليوم إن شاء الله تعجبكم ويعجبكم هنا الفيديو ومتنساوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة لأول واحد خل أول مرة وفعل زر الجرس حتى يأتي الجديد إن شاء الله دعوني إن شاء الله دعوني بالخير اليوم في حالة صوتي يعني ماهوش باين ليه فيه البحة وهذا يعني راجع للبارح الفريق بطني كنت نخدم في المقهى يعني نصرخ وكذا كما تعرف الفرحة هذه إن شاء الله مبروك على جزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته